نروح مع حضراتكم مخبر آخر وشائعات انتشارة بتقول أنه حيتم توجيه الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة لغير مستحقي المركز الإعلامي المجلس الوزراء اتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي واللي بدورها نفت هذه الأخبار وأكدت أنه لا صحة لتوجيه الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة لغير مستحقي أشارت الوزارة كمان إلى استمرار صرف الدعم النقدي بشكل طبيعي ومنتظم لكافة الأسر المستحقة وكمان المنطبق عليها شروط الاستحقاق حيث يتم عمل مراجعة دقيقة لجميع بيانات المسجلين بالبرنامج مع إجراء زيارات ميدانية بشكل دوري للتأكد من عدم حدوث أي أخطاء تؤدي لاستبعاد أي أسر مستحقة أو إدراج أسر غير مستحقة حلو موضوع الزيارات ده مهم جدا بالنسبة للناس طبعا عشان لو تم استبعاد حد وهو بالفعل مستحق لا فيه زيارات مستمرة عشان ياخد حقه والدعم فعلا يصل لمستحقي وفي نفس الوقت لو حد بياخد دعم وهو غير مستحق يتم منع الدعم وعشان كده فيه مراجعة للموضوع وعشان كده احنا بنقول نقدم الأوراق السليمة اللي بتثبت أني مثلا غير قادر أني مش بياخد مثلا تأمين ماء لحد تقريبا 400 جنيه من جهة خاصة أو جهة حكومية كل هذه الأوراق هتثبت أنه أنت مستحق للدعم ده وحيوصلك بالتأكيد دي خلينا برضو مفكر خضراتكم بأنه أي حد عايز يحصل على هذا الدعم بيروح لي الوحدة الاجتماعية التابع لي وبيقدم مجموعة من الأوراق بداية طبعا هي البطاقة الشخصية بطاقة الرقم القومي شهادات الميلاد شهادة طلاق أو زواج أو وفاة وبيقدم الأوراق وبيكون معاكم سيونطوب بيشوف طبعا من جهة رسمية بيؤكد أن هو بالفعل غير قادر على العمل ويستحق تكافل وكرامة أو بيقدم مثلا وراء بأنه زي ما هدير قالت كده أنه ما بيخدش أي ما فيش أي تأمينات حكومية واجتماعية لو بيقدم الأوراق دي وبيتم فحص هذه الأوراق لو الأوراق سليمة بفعل بيحصل على تكافل وكرامة